ما تزال تداعية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقل حميتي مستمرة فبعد الاستنكار من أوساط متعددة لبعض التصريحات الواردة في الزيارة وبيان الخارجية الذي أكد أن تصريحات حميتي لم تفهم على وجهها الصحيح جاء الدور على سفراء الدول في الاتحاد الأوروبي زار وزارة الخارجية للحصول على توضيحات بخصوص توقيتات الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق أوضح للسفراء أن الزيارة كانت مجدولة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية وأنها لا علاقة لها بالموقف من الأزمة بل تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حميتي نفسه لم يسلم من آثار الزيارة فعقب ظهور بعض السودانيين العالقين في أوكراني عبر فيديوهات مصورة ينتقدون فيها الزيارة وأنها تسببت بالضرر لهم كمقيمين هناك خلال الأزمة اضطر حميتي ليعلن اليوم أنه تحدث مع القائم بأعمال السفارة السودانية في كييف واطمأن على أوضاع الجالية وأنه تعهد بتوفير المبالغ اللازمة لإجلاء من يريد وعلى الرغم من احتفاء البعض بهذه الخطوة كإصلاح لما أسفرت عنه زيارة روسيا إلا أن البعض تساءل كيف تعجز الدولة عن إجلاء مواطنيها بمقابل تمكن نائب رئيس مجلس سيادتها من التعهد بذلك بسورة شخصية وفي إطار التداعية انتقد مبارك المهدي الزيارة واعتبرها توريطا لقيادة القوات المسلحة وقفزة في الظلام تحرج السودان مع الغرب بينما رأى تاور العضو السابق في مجلس السيادة أن الزيارة مغامرة في هذا التوقيت متهما البرهان وحميتي بأنهما يديران ملف العلاقات الخارجية بخيارة شخصية وأن طبيعة الوفد المرافق لحميتي يكشف عن مصالح ذاتية في الزيارة وبين من يرى بأن الاتهامات التي توجه للرجل محقة ومن يراها نوعا من الاستهداف الشخصي يبقى الثابت في المسألة أن هذه الزيارة قد جاءت في وقت حساس في ظل أزمة عالمية دقيقة وأن الزيارة في مثل هذه الأوضاع لم تكن لتثمر بأي حال من الأحوال عن حلول اقتصادية أو سياسية لأزمات السودان